السلام عليكم الفيديو دوت بعمله عشان اواري لحضورتك ازاي تخلق dummy variable باستخدام excel هعمل فيديو تاني يواري لحضورتك ازاي تخلق dummy variable باستخدام views ولكن السبب ان انا حبيت اعمل الاول ال excel معظم يعني في ناس كتير بتحاول او بتخلي data بتاعتها او بتجمع data بتاعتها في excel وبتفضل ان هي تجهز data في excel sheet الاول قبل ما ترفعها او تدخلها على views فزي ما حضراتكو شايفين كده انا هبص على نوعين من البيانات اللي هي الكروس سيكشن ديتا والتايم سيريس ديتا فخلينا الاول نبدأ بالكروس سيكشن عشان هو ده المثال اللي احنا غطناه في المحاضرة التالتة من كورس الاقتصاد القياسي بالامثلة زي ما حضراتكو شايفين كده كان عندنا الجندر او النوع عندنا تلاتين واحد او تلاتين شخص اهوة بيانات عن تلاتين شخص الايدي بتاعهم من واحد لتلاتين والجندر بتاعهم مكتوب بشكل عشوائي هنا هوت عشان في ميل وميل يعني وعايزين ان احنا نخلق dummy variable طبعا احنا زي ما عرفنا في المحاضرة انت ممكن dummy variable بياخد قيمة صفر او واحد فممكن تعرفه بطريقة من اتنين يا اما لو هو في ميل يبقى واحد ولو ميل يبقى صفر او العكس او انك تعملها العكس لو لو ميل بيساوي واحد وفي ميل بيساوي صفر فانا عملت اتنين dummy اهوة اللي هو في ميل فده هعرفه ازاي الفيميل مثلا هقول عايز عايز اكسل يدخل قيمة واحد لو الشخص في ميل لو الجندر في ميل وصفر لو الشخص كان ميل فالفنكشن اللي بنستخدمها او الدالة اللي بنستخدمها في الفيوز للكلام ده هي اه اف اه محتاج انك تضغط اه علامة يساوي وبعدين بتكتب الفنكشن اللي هي اه اف اه بعد كده بتفتح قوس وبتحط بقى ال 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 او ال 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 شرط اللي انت عاوز ايفيوز يطبقه. ففي الحالة دهيت انا عايز ايفيوز يبص على الخانة دهيت على السيل دهيت ويقول لي اه لو هي بتساوي فانا اعملت عليها يعني علمت عليها فازشوف حالك دخلت سي فور اه بتساوي لو هي بتساوي طبعا عشان دي مش قيمة رقمية ده نص فحالك محتاج عشان ايفيوز يفهم عشان اسف اكسل يفهم حالك محتاج تدخل النص ده بين علامتين تنصيص فانا اول علامة اهيت وهكتب في ميل خلاص وبقفل علامتين التنصيص وبعدين كومة بدخل القيمة اللي انا عايز اكسل يحطها لو الشخص في ميل طبعا القيمة دي حسب تعريف الفاريول ده واحد كومة واقول له تدخل ايه لو الشخص ده او لو القيمة دي ما كانتش في ميل لو الخانة دي ما كانتش مكتوب فيها في ميل فاقول له صفر واقفل القوس خلاص وبتضغط انتر هنا الان كتب واحدة وكتب واحد له خد بالك هنا الشخص ايه الشخص في ميل اه الشخص هنا فيه ميل والتعريف بتاع في ميل انه لو هو في ميل يديله واحد لو هو ميل يديله صفر فبعد كده بتعمل اه بتسحب ديل تحت كده خلاص خلاق لي المجموعة كلها التلاتين طبعا الي ينتبق على تلاتين ينطبق على تلاتين ألف وقامتها أكثر لا تجد أن نفس القصة سهل لك تشفوها فهي حدث هنا الشخص ميل يتساق له أصدقر الشخص ميل يتساق له أصدقر بشكل عجوية هنا حدث هنا ميل يتساق له أصدقر أصدقى في الأخيرة أحبت أم كنت أريد أدخلها في شكل الثاني أو أعرفها بالشكل الثاني اللي هو ان لو الشخص ميل يبقى واحد يعني العكس بقى ولو الشخص في ميل يكون صفر احنا زي ما اتفعنا قبل كده الدمي فاريابل هو اللي انت بتعرفه يعني ما لهاش اي معنى خالص او مش هيغير النتيجة لو عرفتها بالشكل اللي هو عملناه في ميل ده او بالشكل اللي هنعمله دلوقتي ميل فنا دلوقتي عايز اكسل يعمل ايه يساوي وف والله لو افتح قوس لو الخانة ده هيت كانت بتساوي وما تنساش علامتين التنصيص لان ده نص لو الخانة دي كانت بتساوي ميل في العلامتين التنصيص دخلي هنا واحد وكومة لو مش ميل دخل صفر وبحط انتر اهوة عملي ده صفر لان الشخص ده في ميل وبالتالي طبعا بنسحب لتحت كده خلاص بيزبط لي العملية كلها خلاص خلق لي فاريابل اسمه ميل او دمي فاريابل اسمه ميل ياخد واحد لو الشخص ميل وصفر لو الشخص في ميل وهكذا يعني هتلاقي ده ده كده يعني سواء عرفتها في ميل او ميل ده كده في اكسل سهل جدا انك تخلق ده الكروس سكشن ديتا باستخدام اللي هو الكوماند اف نفس الكلام هنا ينطبق على التايم سيريس ديتا مثلا فالتايم سيريس ديتا ممكن تكون انت عايز تعمل دمي حجم اثنين يعني هو يعني مثلا عايز تبص على سنين معينة خلاص زي مثلا من بعد مثلا الفين وسابعة الفين وتمانية الفين وتسعة على السنين دي كان وقت الازمة العالمية مثلا فعايز تديها صفر من قبل كده يعني عايز اخلق دمي ياخد صفر من قبل كده وياخد واحد بعد كده بعد الازمة او لو عايز ابص على السعر مثلا واشوف لو السعر كان اعلى مثلا من من بوينت فايف مثلا اكسيل بيفهم الكلام ده بنفس الطريقة يعني انا ممكن دلوقتي خلينا مثلا نقول ايه هقوله انا عايز ادامي الاولاني يكون صفر قبل الازمة واللي هي بتبدأ الفين وسبعة واحد من بعد الازمة فانا ممكن اقول له والله ده بيساوي اه اف الخنة ده هي طبعا اليير لو هي ايه بقى هنا انا مش محتاج اعمل علامتين التنصيص اه انا محتاج ادخل بس اه يعني لوجيكل اه اي اي لوجيكل تست زي ما هو ايه لك كده او الهيلب بيوضح لك اين اللي المفوض تكتبه فانا عايزة لو اكبر من الفين وسبعة خلاص طبعا اكبر من او يساوي الفين وسبعة خلاص اه يديني اه يعني اه في الحالة ده هيت كومة اديني واحد او اكتب واحد ولو كغير كده اكتب اه صفر خلاص بقى في القوس بيديني هنا صفر ليه داني صفر لان القيمة دي اقل من الفين وسبعة قبل الفين وسبعة طبعا لو انت اه سحبت كده هتلاقي هنا اده كل القيم دي صفر معده اللي هي اه الفين وسبعة الفين وتمانية الفين وتسعة خلاص ده اللي انا قلت طيب تعال كده نعملها لو انا حابب اعمل ضمي تاني لو اه مثلا اه اعلى من خمسة او ستة من عشرة مثلا خلاص فهنيجي نعمل ايه هقول له برضو اهو بيساوي اف وهفتح قوس وقول له بقى انا لو عايز دهوت السعر ده هو يكون اقل من اه اسف يكون اكبر من مثلا خلينا نقول مثلا بوينت سكس مثلا يعني حاجة زي كده في الحالة ده هي تنقول له ده خلي واحد ولو هو طبعا غير كده يحط صفر تمام فهنا حطي لي صفر ليه لان السعر بوينت فور فمعنى انه اقل من ستة من عشر لو انت عملت كده دغطت كده هتلاقي اهوات كل ما كان السعر اه ستة من عشر او اكتر هتلاقي اه هتلاقي واحد اه قدام الرقم ده فده كده كان بشكل سريع ازاي تخلق دمي اه باريابول باستخدام الاكسل سواء كان عندك روس سكشن ديتا او تايم سيريس ديتا ان شاء الله هنزل فيديو تاني اه 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 على ايفيوز ازاي تعمل نفس الكلام على ايفيوز اه انا متشكل متابعة حضراتكو وان شاء الله نلتقي بفيديو اخر باذن الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة